نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن التي أسفرت عن جملة من الاتفاقيات المهمة وأعادت العراق مجدداً كلعب مهم في المحيط العربي أثارت أعجاب الكاتب الأمريكي المختص بالشأن العراقي ديفيد أغناتيوس هذا العجاب ترجمه أغناتيوس بمقال مهم في صحيفة الواشنطن بوست كشف فيه عن حصوله على معلومات من مصادر موثوقة تؤكد مباركة الكتل السياسية والمرجعية الشيعية العليا في النجاف لمخرجات الحوار الستراتيجي أغناتيوس قدم في مقالة مقاربة بين الوضعين الأفغاني والعراقي متواصلاً إلى حقيقة مفادها أن رئيس جو بايدن وجد في الكاظمي شريكاً ذكياً مكنه من إيجاد طريقة قليلة الكلفة ومستدامة للحفاظ على قوة واشنطن على طول خط الصدع الستراتيجي هذه القوة التي يعود الفضل للكاظمي في تقليل عددها ستقوم بتدريب القوات المسلحة العراقية وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية في مواجهة تحديات فلول داعش الإرهابي ويرى أغناتيوس أن إيران تعارض أي وجود عسكري أمريكي من حيث المبدأ لكنها يبدو أنها مستعدة لتحمل دور تدريبي واستشاري محدود ومتواصل للولايات المتحدة وهو الأمر الذي أبلغته لمناصريها في العراق ويحاول الكاظمي إعادة العراق إلى المحيط العربي من خلال عدة اتفاقيات تمت مناقشتها في زيارة الكاظمي لواشنطن في ضوء النجاح المميز للقمة الثلاثية التي عقدت في بغداد قبل بضعة أسابيع وما تمخضت عنه من اتفاقيات اقتصادية